توقفت عن التنقيب والتعدين في اليمن أكثر من 16 شركة بحسب تقرير الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية التي تعمل في مجال الذهب والزنك والرصاص وغيرها فيما تعرضت معدات البعض منها للتدمير تعددت الدراسات والخرائط باختلاف أنواعها والتي توضح في مجملها طبيعة التنوع السخري والجيولوجي في اليمن فرغم وجود الخامات والمعادن الثمينة والنادرة إلا أن إهمال هذا الجانب وخصوصا في الحرب جعلها عرضة للجمود والتوقف فحسب آخر الإحصائيات فإن 16 شركة أجنبية في مجال التنقيب عن المعادن في اليمن توقفت بسبب الحرب الدائرة في البلاد بالنسبة لنتائج الحرب في اليمن سبب بأضرار اقتصادية ومن الأضرار الاقتصادية إنسحاب أو توقيف حوالي 16 شركة أجنبية لنشاطها في مجال الاستكشاف المعادن من هذه الشركات شركة قبل صلب اللي هي في منطقة نهم مؤسسة كانتكس للتنمية المناجم طبعا بالنسبة لقبل صلب هي للزنك والرصاص والفضاء أما لمؤسسة كانتكس أو شركة كانتكس هي للذهب والنيكل والنحاس والكوبلت هنا دراسات متعددة وهناك صور فضائية مختلفة محددة لمناطق توجد المعادن وهذه صور للبنيات التركبية كلها بسبب الحرب جمدت في مكانها رغم الجهود السابقة التي أخرجتها إلى طور التنفيذ مما أوقف الكثير من الأياد الوطنية عن العمل كذلك اليمن بشكل عام يعني لما تشوفي هذه المواقع اللي هي مناطق التمعدنات يعني بيئة مناسبة وبيئة خصبة بس لو كان موجود استقرار سياسي يعني اليمن بنعمة مقال التعدين مقال باليمن بالنسبة لليمن المقال مغيب كيف؟ فلما تسعب شركات زي هذه عالمية في المقال هذا في مقال التعدين تمام طبعا هي ضربة لإقتصاد الوطني في العمر كيف؟ لأنه عناصر الإقتصاد هي كثيرة كيف؟ بس أهمها النفط والمعادن هي ركائز أو العمدان الرئيسية لإقتصاد الوطني لأنها هي التي تقلب العملة الصعبة أيضا هي تعمل على تخفيف من البطالة هنا في مركز الاستشعار عن بعد وجدنا هذا الخبير المبدع في مجاله متحسرا على حال البلد متألما على عدم إدراك أبنائه لهذا الكنز المدفون الذي لم ير بعد نور الشمس تمنى أن يكون في حل الموضوع هذا حل جدري ويتوافق الفرقاء في الجانب هذا حتى تستهر بلادنا ونعمل لمستقبل أطفالنا هي الحرب التي إذا بدأت دمرت لكن رغم دمارها يظل أمثال المهندس الأستاذ عبد المقتري وكادره في المركز شعلة وضاءة لإعادة تعمير ما فقدناه على سطح الأرض عن طريق استكشاف ما في بطنها